أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم طلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين وأوضح متحدث الرئاسة أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين حيث أثنى الزعيمان على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين والقيادتين وانعكاسها في التطور المضطرد في العلاقات مؤكدين أهمية استمرار العمل على توسيع مجالة التعاون المختلفة كما تترق الاتصال إلى الأوضاع في قطاع غزة حيث تم استعراض الجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وأيضا نفاذ المساعدات الإنسانية وتم التوافق على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنفاذ مقررات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة لوضع حد فوري للمأساة الإنسانية والتي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق تبدأ اليوم الجمعة فترة البت في الطعون المقدمة للهيئة الوطنية للانتخابات في قرارات اللجان العامة إن وجدت والتي تستمر حتى غدا السبت وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج فرس الأصوات التي أدل بها الناخبون في المحافظات بالانتخابات الرئاسية 2024 تمهيدا لضم نتائج المصريين بالخارج إليها وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية يوم الاثنين المقبل استشهد عددنا من الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية أن أربعة أشخاص على الأقل من بينهم أطفال استشيدوا وأصيب آخرون في قصف الاحتلال لمنزل في المعسكر الغربي غرب خان يونس كما أصفر قصف بمدفعية الاحتلال على عدة أحياء في مدينة خان يونس عن وقوع عشرات الشهداء والجرحة وقصف طيران الاحتلال مربعا سكانيا بالقرب من المستشفى الكويتي في رفح جنوب القطاع مع أصفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحة وقصف طيران الاحتلال أحياء سكانية ومنازل في دير البلح وغزة ومصيرات وجباليا مع أصفر عن وقوع عدد من الجرحة هذا وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ سابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 19 ألف قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أن هناك حاجة لربط حكم الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة سلطة فلسطينية خضعت للإصلاح والتقوية على حد وصفه وأضف سوليفان أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نيتانيهو حول تحول إسرائيل من العمليات العسكرية عالية الشدة في غزة إلى مرحلة أكثر دقة لفتا إلى أن المحادثة كانت بناءة قرر مجلس الشيوخ الأمريكي تأجيل عطلة نهاية العام لمنح نفسه المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة دعم لأوكرانيا بحسب ما علن زعيم الغالبية الجمهورية تشيك شومر وكان الكونغرس قد صادق على مساعدات هائلة لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022 لكنه يشهد خلافات بشأن الحزمة الأخيرة والتي اقترحها الرئيس الديمقراطي جو بايدن هذا ويؤيد الدمقراطيون الحزمة التي تناهز قيمتها 61 مليار دولار وتشمل مساعدات عسكرية وإنسانية واقتصادية